المرصد العربي لحقوق الإنسان وأكد المرصد في بيان له أن هذه الدعوات التي أتاحت الفرصة لسفراء الدول الصديقة للإطلاع على أوضاع حقوق الإنسان والرعاية الطبية التي تقدم للنزلاء في ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها إدارة المركز للحد من انتشار فيروس كورونا حيث تأتي لتفند للدعاءات التي وردت في بعض وسائل الإعلام حيث اطلع أصحاب السعادة السفراء عن قرب على وضع المركز والنزلاء وما يتم تقديمه من دعم ورعاية لهم بكل نزاهة وشفافية